استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي حسن عبدالله عددا من الملفات الاقتصادية فيما يخص المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والانعكاسات الإيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة الصادرة من البنك المركزي حول إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات كما تطرق اللقاء أيضا إلى عدد من الإجراءات المقترحة للتعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي وتداعيات الأزمة العالمية وبما يضمن التكامل وتنصيق التام في السياسات المالية والنقدية كما طلع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي رئيس الوزراء أطلعه أيضا على موقف تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج ولوازم التشغيل من العمل بنظام الاعتمادات مستندية